مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز على شاشة القناة الأولى النهاردة هيكون عندنا حلقة خاصة بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو الثورة العظيمة اللي خرق فيها أكتر من ملايين المصريين للشوارع عشان يعبروا عن رفضهم لاختطاف مصر وتغيير هويتها وكمان تدميرها وعشان كده تعالوا نفتكر مع بعض أهم الفيديوهات وكمان الأحداث اللي تصدرت التراند في الفترة دي واللي هيكون معنا فيها ملايين المصريين يخرجون إلى الشارع لرفض حكم الإخوان لحظات الترقب والاحتفال في ميدان التحرير إرهاب الإخوان ضد الشعب والدولة ويلا بينا نعرف كل التفاصيل زي اليومين دول من 11 سنة خرق حوالي ملايين المصريين في مشهد مهيب للتعبير عن رفضهم الكامل لسرقة واختطاف مصر وتغيير كمان هويتها وتوصين الإرهاب فيها وكان من أكتر الفيديوهات اللي تصدرت التراند عالميا نوقتها الفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي وهو التصوير الجوي المتظاهرين اللي خرجوا يوم 3 يوليو زي ما احنا شايفين بالزبط بالمناسبة وفقا للإحصائيات العالمية اللي خرجت وقتها دي كانت أكبر مزاهرة في التاريخ يخرج فيها الشعب للتعبير عن رفضه الكامل لتدمير بلاده وبعد ما خرج المصريين بالملايين في 30 يونيو و3 يوليو للتعبير عن رأيهم كانت لحظات الانتظار واللي وقف فيها المصريين بالملايين في الشوارع والميادين والبيوت مستنين البيان المهم اللي طبعا تم الإعلان عنه والفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا كان متصور من مدان التحرير وتقريبا ده كان أكتر فيديو اتصدر التراند بيسجل اللحظة التاريخية دي وزي ما احنا شايفين كمان كان كل الناس من جمعين قدام الشاشة الشاشة العملاقة في الميدان بيستمعوا للبيان اللي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها ومن بعده ممثلي كل الكوى الوطنية في مصر واللي تم الإعلان فيه عن عزنا محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلام وتجتمل هذه الخارطة على الآن تعطيل العمل بالدستور وطبعا بعد ما اتحققت مطالب الشعب المصري الموضوع ما وقفش لحد هنا لأنه كان فيه كوى ظلامية رفضة الخير لمصر وقررت أنها تنتقم من الشعب المصري الوقف ضد أهدفهم ومخططاتهم الخبيفة عشان كده بقينا نشوف كل يوم في الوقت ده فيديوهات لأعمال الإرهاب والتدمير والتخريب بتخرج من كل مكان في مصر ودي الفيديوهات اللي احنا جمعنا لكم منها جزء تعالوا نروح نشوف مع بعض عشان نفتكر سوا إيه اللي كان بيحصل موسيقى وبكذا كون خلصنا فقرة ترانز أوف دو ويك موسيقى ودلوقتي جي معتنا مع فقرة سكوب موسيقى موسيقى ولسا مكملين كلامنا وحلقاتنا الخاصة جدا عن ثورة 30 يونيو من 11 سنة وزي الأيام دي بالزبط كان أكتر موضوع متصدر التراند وكل الناس تقريبا بتتكلم عنه هو استمار التمرد واللي كان لها أهم دور تقريبا في تجميع الشعب المصري كله على كلمة واحدة وهي رفض حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر وعشان نفتكر أكتر مع بعض الأيام دي وأهمية الدور اللي قامت بيحرق التمرد ومدى تفاعل الشارع المصري معاها هيكون معنا دلوقتي على زوم صنع المحتوى محمد خي مساء الخيري أستاذ محمد مساء النور في البداية عايز أعرف منك إيه أكتر حاجة فاكرها عن اليوم ده هو بالنسبة لديون تلقين ستة كنا لسه لجيل سواءنا كنا لسه مش أنا جيل لعشرين أكتر وليس كنا نقدر نقول لنا كنا كنا لوقت هنا في والعدادية والتانية عدادية ولكنه كان يوم مؤسس كان يوم القوص يوم كان الواحد كان فاكر أن فيه مس كتير قوي في الشارع كان فاكر أن مس كتير من أهل كانوا يستنين اليوم ده طيب احكي لنا أكتر عن الحالة التي صنعتها استمار التمرد في الشارع المصري بالنسبة للمرد هي كتير حالة هي كتير حالة كده من من إيه دانون رد الفاعل مس كتير مستنيها وقتها مستنيه أن هي يكون لها على اللي كان بيحصل إن هما كانوا عايزين يردوا على اللي كان بيعملوا الوقتها تمام وده كان رد الفاعل من الشعب يعني هي كان رد الفاعل شعبي في النقام الأول ده حاجة تم اتخاذها أو حركة تم اتخاذها من الشعب ليش من جهة معينة وده اللي كان مدلق يعني أنا حتى ما بقى لما بنيجي نتكلم عن تمرد هي الفكرة مش بتمرد نفسها لفكرة أنه كان رد شعباوي على اللي حصل وكان تهيئة للدائج ليه جماعة الإخوين كانت مصرة على إنقار الواقع ورفض فكرة أن في ملايين المصريين وقعوا على الاستمارة بتاعت تمرد طبعا؟ لأن طول عمر الجماعة اللي همتقد بجوارتي لفوق التمانين سنة كانوا مستنين الفرصة دي من زمن قوي من وقت نشأة الجنعة بس كان حظوه من كان الجيل اللي كان ماسك عوايا في إيد الفرصة هو كان أسوأ جيل لأكتر الجيل مش عارف يتفاهم يعني أنا مثلاً بقول حاجة بسيطة جداً الأخوان زيهم زي أي طيار كان جات لفور الفرصة أنه يثبت نفسه بس هم ما عرفوش يستغلوا الفرصة كويس بس بالعكس لما يبتزوا الشعب ولا عرفوا يتفاعلوا معاه يعني دي فرصة ناس كتير على الطيارات كتيراً وكتمنى بس هم حتى ما عرفوش يستغلوه كويس فده كان إنقار من الواقع لأنهما كانوش عارفين يديره أصلاً لأنهما كانوش كفايا طيب، ممكن نفتكر مع بعض الأسباب اللي خلت أكتر من 22 مليون مصري يوقعوا على استمار التمرض؟ الأسباب الأهم هي الأسباب العاملية الأسباب إن البلد مكانكش أماني ده كان أكتر سبب ممكن يحرك إنسان لمكانه وأنه حاسس إنهو مش أماني حاسس إنه ممكن بيته يتكسر عليه في أي وقت حاسس إن في ناس معينة بتأخذ البلد عدمها بنحيتها، بتنسبها لنفسها، بتخدها في طيار مختلف تماماً بتحولها إلى شبه دولي وكمان من ضمن الحاجات اللي كانت صعبة قوي واللي كانت متوقعاً، كانت مشروع مشروع خلق قوة ثانية زي الحرص الثوري الإيراني على نفس النمو بالزبط وكان فيه قايدات من الحرص الثوري الإيراني كانت نموه ده شانت سعيدهم كده أخيراً، تفتكر مصر كان حيبق شكلها إي دلوقتي لو ما خرجش المصريين في 30 يونيو وكمان 3 يونيو؟ الشكل الواضح قوي إنها كتبع حرب أهلائي حرب بين طرفين، وطرف منهم كان يعمل مسلح والموضوع كان يبقى صعب جداً يعني إحنا أصلاً بعد ما حصل الثورة في دلنا نحارف الإيراني أكثر من 8 سنة كما بالك دلنا ما كانش حصل أصلاً أستاذ محمد خالد صانع المحتوى، بشكر جداً حضرتك على المداخل شكراً، شكراً وبكده نكون، خلصنا فقرة سكوب وليساً مكملين كلامنا عن ثور 30 يونيو، اللي بتعتبر واحدة من أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث وده لأنه ببساطة خروج ملايين المصريين للشوارع في الأيام دي قدر أنه يغير مصار التاريخ والأحداث بكل معيني الكلمة هنتكلم أكثر عن ثور 30 يونيو، خروج الملايين في 3 يوليو للشوارع للمطالبة بتخريص مصر من حكم الجماعة الإرهابية مع ضفنا اللي منورنا دلوقتي الكاتب الصحفي وصانع المحتوى شريف بديع النور إزايك يا شريف؟ إزايك؟ عام لأيك؟ الحمد لله كله كويس أنا أكيد أول حاجة هسألك عليها ذكرياتك مع 30 يونيو بصي يعني وانت بتقول لي الكلمة بفتكر ما شهد ما شفتش زيه في حياتي أنا كنت يوميها في الأهرام في مكتبي في الأهرام ونزلت عشان أشارك مع الناس فأنا شاركت في صورة يناير وشفت العداد اللي كانت موجودة في صورة يناير والميدان كان في أوقاب بقى زحمة بس كنت عبالة لما توصل الميدان الشارع ماشي عادي أنا نزلت الأهرام في شارع الجلاء دخلت شارع طاعة حرب ما كنتش عارف أتحرك يعني أنا عشان عارف أوصل ميدان التحرير كان شيء صعب جداً لأن شارع طاعة حرب من أوله مقفول بنيانه مقفول تماماً آه تاني حاجة إنت وإنت يعني في ميدان التحرير كنت بتشوف في صورة يناير كنت بتشوف نوع واحد بس من الهتافات طيار واحد تقريباً موجود بينما وأنا ماشي في ميدان طالعة حرب أنا شفت كل حاجة يعني شفت كل الأطياف كانت موجودة بالجد أنا وصلت الميدان بصعوبة جديدة يعني شارع طاعة حرب ما كانش بتحرك خلصت الميدان رحت رجعت ورحت على المصر الجديدة عشان يشوف المنظر هناك برضو من ساعة لما طلعت طبعاً ما ركبتش عربيتي لأن الدنيا ما بتحركش ماشي طبعاً طبعاً ركبت المترو كان شغال نزلت من ساعة لما ركبت المترو يعني أنا ما كنتش متخيل إن هشوف الأعداد دي هنا كمان كان أعداد ضخمة جداً جداً وساعتها كان بقى عندي ثقة إنه في حاجة هتحصل طبعاً يعني قبلها كنا آه يعني في حاجة بس مش حارفين إيه بس لما شفت العداد الكبيرة دي ما شفتها بعيني محدش بيحكيلي قلت في حاجة خلاص الناس فائت طب شريف كنت خايف إنه في فترة ما يعني حسيت إنه ممكن حكم الإخوان يستمر وهل ده مثلاً عملك خوف؟ يعني على دنطق صغير بيني وبين مثلاً أهلي وصحابي أنا شفت ناس كانت بتلم شنطها ماشيين من البلد أنا بصي هو الخوف من أول لحظة من الثلاثين يونيو اللي عب لها بسنة لأنه من تجربتنا مع الإخوان فترة أخيرة في عصر مبارك ساب لهم البراح شوية وأنا في الجامعة كانت ساب لهم البراح شوية تجربتنا مع الإخوان الإخواني ما بتعرفش تتكلم معاه هو عنده فكرة حد إلهاله فهو بالنسبة له فكرة دي هي الصح لو دخلت معاه في نقاش مهما حصل النقاش ومهما كان النقاش منطقياً إنه هو كلامه مش صح إنه هو ما بتتحركش فإنك تتنقل إنه النوعية دي يكون هي اللي بتحكمك ده دي مصيب هو عنده أمام المرشد اللي إلهاله أو هو شايف إنه هو صح وأصدق إنه هو ما بيشغلش مخه ومهما تناقشت معاه آه مهما تناقشت معاه وبين إنه هو منطقه غلط أو كلام له هو بيقوله كده هو برضو ما بيغيرش إنه هو في الآخر يفضل معاك نفس طويل وفي الآخر يقولك يقولك الكلام اللي ابتدى بيه هو هو كلام اللي بنتهي بيه يعني أنت بتناقش مع الهوى اتكلمت إنت يعني مع حد منهم في الميدان؟ اتكلمت معهم في الميدان والبرا الميدان ما إحنا كنا بنشوفهم يعني ما أقولك أنا أوزي حصل حوار اللي هو يعني هات وخده مع بعض آه في السنة دي وقبل السنة دي كنا نتناقش مع بعض دايما في الحاجات السياسية ما إحنا كان عندنا أقولك حاجة مرسي ما فازش بأغلبية صاحق ده فاز بأغلبية بسيطة طبعا طب فاز بأغلبية بسيطة على مين؟ على ممثل في الول الناس كانوا من سنة واحدة خارجين ضده بالملايين عشان يعني يعني دخيل ده كان رئيس وزراء مبارك هو اللي كان قدام مرسي وفاز بأغلبية بسيطة معنى كده إنه هو ما فازش عشان الناس كانوا عايزين يختروه مش عشان الناس دي كانت عايزاها كان ساعتها لو تفتكري مصطلح عصر الليمون اللي هو عصرين على نفسهم لمونة واختروه فده كان مفروض يخليهم يفهموا أنت جايب عصير الليمون انت مش جايب رضا شعبي فمعناه إنه يعني بالراحة مع الناس إحنا شفناش ده طيب خلينا نرجع شوية بالذكرة تاني برضو مع بعض ونفتكر استمار التمرد طبعا تفتكر ليه الناس كلهم مضوا عليها أو معظمهم يعني؟ هقولك حاجة طبعا إحنا مشكلتنا ومشكلة الناس عموما إنها بتنسى بتنسى هو قيل فالناس بتفتكر المشاكل الكبيرة يقولك مثلا كان ساعتها فيه مشكلة بترول كنا عشان ندخل البنزينة أنا فاكر وقتها والصور لسه موجودة على السوشيال ميديا إنه لما عرفت أدخل البنزينة صورت مع الراجل جوه إنه كان حلم إنك تشوف الراجل اللي بيحط لك البنزين في العربية كانت الشارع بتبقى وقفة عشان البنزينات كان كبري 15 مية وإحنا لنا في تلفزيون كان كبري 15 مية فهو في حلم إن انت تعرف تعديل إن الشارع وقفة يعني ده كان انتك تعدي النيل من ناحية لناحية ده ده محتاجة كان محتاجة معجزة بس مش عشان كده بس ننزل المصريين لأن المصريين على مدار تاريخهم إحنا شعب حمول بس حملنا حياة كتيرة جدا بس نزلوا لأن هم شافوا إن بلاتهم بتتخطف منهم يعني هل ننسى اللحظة مثلا في احتفال أكتوبر الوحيد اللي حصل في أحدهم لما خلوا اللي قاتلوا الرئيس السادات بطل حرب أكتوبر قوات الجيش المصري وحرب أكتوبر يجوا ويعودوا هم في المنصة يحتفلوا من صار أكتوبر يكتوها منين يعني الجبروك حتى بتاليك بتزيف وبتعملوا كده في أول سنة وما لو كان بعد خمس سنين وعشر سنين كنا هنلاقي كنا هنقول يعني هغيروا الكتب يعني الناس ناسية إنه كانوا البناتهم هم ماشيين في الشارع فيه ناس بيوقفوهم يقولولهم إحنا مش هنسبكو إحنا هنعملكو البسي مش عارف إيه وعمل إيه في الشارع ده حصل لناس أنا عرفهم مش هاكل جخصي محدش حاجة هولي الناس ناسية حالة الإخصاء اللي كان بتحصل مثلا للأخباط مش عجبكو شوفو لكو بلد تانية بلش الأخباط ما كانش في حالة إخصاء حتى لنا إحنا إن إحنا دي بلدنا ولو مش عجبك مش ما كانش في حالة إخصاء كمان هو أخطر حاجة هو حالة هو الإخصاء بطريقة دينية اللي هو إيه قالت الصناديق اللي مش عارف إيه نعم الناس بتنسى اللي هو أنا لما بخالفك أنا بطرق الدين لأنه هو الدين أمرني بأنني أعمل ده اللي هو الدين بقى بقيت مش بختلف معاك سياسيا أنا عاصي وربنا هيدخني المرة عشان أنا مختلف معاك فهو الناس بتنسى الناس ما نزلتش عشان بس كان فيه مشكلة اقتصادية وكان فيه واضح إنه فيه مشاكل دسة جاي أكتر الناس نزلت لأنهم ما حسوا أن بلدهم بتتاخد منهم صح طب شريف أنت بتديه مكتطفات صغيرة كده أنا عايز أسألك سؤال بالتفصيل شوية لو كان المصريين ما نزلوش واستمر حكم الإخوان تفتكر كان حيبقى إيه الوضع دلوقتي بصوا في إيجابتين لو كان المصريين ما نزلوش يوم تلاتين كانوا ينزلوا يوم واحد تلاتين كانوا يوم تلاتة كانوا يوم تلاتين شهر اللي بعده كانوا ينزلوا لأنه استمرار الوضع على ما هو عليه ده شيء كان صعب جدا طب هنفترض أنه هم كانوا مش هقولك المصريين ما نزلوش هم كانوا نجحوا في إجهاض نزول المصريين ما كانش خلي بالك وليج ليه نزول المصريين نجح نجح لأن الجيش وقفرانه ما كانش النزول ده كان هينجح ولا كانت صورة يناير هتنجح ولا تلاتين ما كانش ده هينجح لأنه في الآخر إرادة الناس محتاجة القوة اللي تدعمها فهنفترض الافترض الثاني أنه المصريين نزلوا وما تدعموش كان إيه اللي هيحصل كان هيحصل أنه خلينا نفكر في اللي احنا عايشين فيه دلوقتي احنا بلد من كل النواحي عندنا مشاكل ومشاكل كل النواحي عندنا ديت بتقول لنا المشاكل دي لو كانت عندنا كان حصل إيه يعني في السودان تحت السودان تحت اللي هي دخلت في حرب أهلية بيموت فيها ناس أكتر من اللي بموتوا في غزة طب إيه السبب هو كان عندهم رئيس إخواني عمل جيش موازي للجيش بتاعه بيموتوا في بعض هم كانوا بدوا يعملوا ده وكان فيه غول بيربوه وكان الغول لسه مطلعش احنا الغول ده برضو احنا بننسى احنا بننسى ان احنا فضلنا من 2013 فضلنا كم سنة في رعبة دي بسبب الأعمال الإرهابية اللي كان بتحصل سينة عبلا ما اه كتير ومش في سينة بس احنا كان هنا في الجيزة لما حصلت يعني احنا شفنا أيام الناس بتنسى بسرعة طب لو كان الغول ده كبر كنا احنا بوضعينا ازاي دلوقتي بلاش ده احنا كنا في فترة فيها تصريحات عن تارية وكلامه نسحة بالسفير ومش عارفه وبتاعه وبعد كده ببعت الخطاب بتاع عزيز شيمون بريس برضو الناس بتنسى لكن ده كان حقيق هل احنا شفنا الرئيس الفلسطيني عباسة موازن لما كان اتكلم انه نظام الإخوان في مصر كانوا بيتكلم انه ما عندهوش مشكلة انه يكبروا غزة شوية ويدوهم حيطة من مصر ويبقى حلنا المشكلة اللي هو بس تاخده من عندنا لانه كان هو في الآخر فيه سياق هو كان عايز ياخد شرعية ومكسور عينه فهو عشان اخد شرعية وانا مكسور عيني وانا مكسور عيني انت مش مضطر للددد دلوقتي فلو احنا كملنا لا احنا لو كنا كملنا طب هل كنا هنشوف مصر او هنفضل قاعدين في مصر اللي احنا عارفينها اللي انا انا وانت يكبرنا فيها هل هيكون هبقى ده شكل مصر هل كان هبقى الناس عارفين يعيشوا عياتهم بالطريقة الطبيعية اسكان هو من اول يوم يوم ما فاز مورسي بالانتخابات يوم ما فاز مورسي بالانتخابات واحدة زميلة الصحفية كانت ماشية في غص البلد واحد مسكها الدلحة طريحة يعني كلام في ان انتوا كل ده لانها ما كانتش محجبة مع انها لابس لبس محتشم انه مش هنسيبك ومش هنعمل لك ده ده حصل كثير على فكرة يوم ما فاز طب بعد عشر سنين من فوزه كان هبقى الواضح ياسكان ما يوم ما فاز كان ده الفكرة طب بعد عشر سنين من بقت تغالغوا في مفاصل الدولة في ان هم بدأوا يدخلوا في اماكن حسسة كان زميلة البلد كلها دلوقتي بقت اخوان كنا زميلة نحن دلوقتي محتاجين نعمل صوت الأقلية المصرية في مصر بالضبط طيب بعد عشر سنة في ناس ممكن يكونوا أقلية يقولوا على فكرة دي ما كانتش ثورة تقولهم ايه؟ المصريين ما نزلوش نزلوا بس دي ما كانتش ثورة بص اقولك حاجة ممكن ربنا ما ادركش البصيرة ده عادي بس ان انت بس كمان كان فيه صحف كتير ومحطات اجنبية كتير كان بتقول لا دي مش ثورة شعب ممكن ربنا ما ادركش البصيرة عادي بس ان انت ربنا يكون منديك عينين ومفتحين وما بتشوفش هي دي المشكلة لانه العدد اللي احنا شفناه في شارع انا شفتها انا محدش حكالي انا مشيت في الارض انا والله العظيم كنت ماشي في شارع طالع الحرب مش عارف اتحرك يعني الناس هاي اللي بتزوقيني وانا مضطرر ان انا مشي في اتجاه واحد مش عارف ادخل يمين ولا شمال فبقى ازاي مكانش فيه ناس يعني صور مفابركة طب اللي شفناه في الشارع لا ده كان فيديوهات وصور لكن مفابرك بقى اللي كنا نشوف يقولوا انه في الخنوات اللي بتتكلمي عليها بجايبيني الشارع فاضي واحنا وقفين في الشارع في وص الناس عامدين تسجيلات قديمة بيزعوها للشارع وهو فاضي واحنا موجودين جد وص الناس تعرف ان فيه مؤامرة هي كان فيه مؤامرة بتحصل والناس اللي كان في الشارع هم اللي انقذوا وبعكاد لو ما كانش فيه ناس في الشارع اللي كان هادغل عليهم اللي كان ممكن يمشيه لو ما فيش ناس في الشارع بالارقام دي؟ ارقام ما شفتهاش قبل كده ولا حد شافها قبل كده طيب احنا طبعا فيه تحديات كتيرة جدا بتحصل على حدودنا تفتكر لو ما كانتش حصلت الثورة غير الجزء اللي انت قلته قبل كده اللي هو بتاع خدوا حتة من غزة ونحل الموضوع وكده تفتكر ايه تاني كمو كان يحصل بص هقولك حاجة يعني ايه يعني كان دايما على السوشيال ميديا بنشوف حاجات ساعت بتضحك ساعت بتعيط ساعت بتضايق ساعت بنقول لا اوليه وساد النهضة بدأ امتا وفيه ناس كانت بتمشي تقول انه ده احنا في خلال عشر سنين البلد دي كلها تباع اه مثلا يعني ده الكلام طبعا اللي كان بيتقال على السوشيال ميديا من النيس ايه وانتناسيا ان احنا كنا بنعرف تصريحات رئيس مصر من موكالة الانادول ما كانش بيصرح لوكالة الرسمية كنا بنستنى لما هي تقول الكلام اللي بيقوله الرئيس حمد بن جاسم اللي هو رئيس وزراء قطر واللي كان مقرب جدا من النظام وقتها في حوار اعتقد من سنتين تلاتة موجود صوت وصورة يعني عشان محدش شكك فيه قال انه هو لما قعد مع الاخوان في مصر لا ان هما اخرهم يديروا محل بقالة ما يفعش يديروا بلد ده بجد تقلت يعني عشان انا مش عارف موجود صوت وصورة موجود صوت وصورة موجود على اللي يعمل السرش على اليوتيوب هاي يلاقيه كمان اطعينه مقطع لوحده اوكي فانا بكلمك على اكبر نظام كان بيدعم الاخوان وقتها صح وحمد بن جاسم تحديدا اللي هو كان رئيس وزراء قطر ورجل معروف يعني فتخيالي انه اكبر دعم ليك بيقول ان انت اخرك تدير محل بقالة حتى ما قالش تدير هاي بار ماركت سوبر ماركت يعني محل بقالة فانت كنتوا بتديروا بلد كانوا هيحلوها ازاي بالضافة ان هما كانوا شايفين حاجات تانية هو كان هدفهم هو اخوانة البلد مش انقاذ البلد يعني بس عايزة افتكر برضو حاجة احنا كان عندنا رئيس ما شاء الله بيقول مصطلحات خالدة ينزل عليها اعلانات يعني فاكرة لما قالي ان احنا في منحضر الصعود احنا كنا في المنحضر صح بس بندحرج بس زي بمحضر الصعود كنا في المنحضر وبندحرج ومش عارفين الدحرجة ديت هتوصلنا فين طيب شريف بعيدا عن انت صنع محتوى انت كمان صحفي كصحفي ايه اكتر مشهد ما بتقدرش تنساه او اكتر حوار دار بينك وبين حد ما بتقدرش تنساه وقت الصورة بصي يوم 30 يونيو نفسه انا مش هنسى ان انا لما روحت عند الاصر الجمهوري كان في ناس شامين خروف في ايديهم وصورته فده مشهد بفضل فاكره اوي انما حواراتي معاهم انا كنت بحيث انه هو عندهم انتهازية هو بيدور ازاي يكسب انا بتكلم بقى على القواعب من تحت بيدور ازاي يكسب مكسبه الشخصي بسرعة وكانوا عندهم ظن ان هما هيعودوا على الاقل عشر سنين فالعشر سنين دول نقدر نكسب فيهم ونقلب الدنيا اسرع فده كان اكتر حاجة اه وكان اكتر حاجة بيديني الناس المخدوعة فيهم الناس اللي مفكرين انه هما بتوع ربنا لانه دول كانوا بعملوك في ازمة يعني هما بتوع ربنا طب واحنا بتوع ايه انا مش هنسى ان انا مثلا انت كنت بتطلعي بيتك وانت نمنا انك لما تنزلت لها عربتك تحت البيت لا ناس نسيت ده احنا فعلا كنا بنركن العربية واحنا مش ضمنين احنا ننزل الهناي ايه انا كلنا عايشين في رعب كنا انا انا حصلي الناس تعدوا علي على المحور وعلى الدائري بالليل كنا ببقى شغالين وكان مرة مظاهرة اخوان مع الدين خبطوا جامد على زيز العربية عشان يقولي احنا جامدين فانت كنوا حتى كصحفي بيعرضوك لتخويف عشان تتكلم عليهم هقولك حاجات ده حاجك وهنا في المجلة فاحنا بنعمل الاستفتاء السنة وللمجلة بتاع 2013 فاروحتنا في الاجتماع قلت له عشان نكون متفقين طبعا كان ساعتها رؤساء التحرير حتى من جاي بينهم ان احنا شخصية السنة اكيد مش هيكون الرئيس مورسي فارحالي قلت له عشان اكيد مش هو اللي هي احسن شخصية في السنة يعني صعب تكون رجل بكل يوم الناس بتنزل عليه مظاهرات ونعمله بعد لما دخلنا نخش كبير مع رئيس التحرير فراح رئيس التحرير عمل ايه لغى البنت ده من اللي استطلعها مش موجود خالص حرص عشان من يعني لا هو ولا غيره طب انت كصحفي فادك في ايه كصانع محتوى فاني بصي اولا عمل الصحفي هو خلاني اكتر ان انا عندي خدرة على توسيق المعلومة على ان انا اعرف اقدرها وعرف المعلومة الصحة من معلومة الغلط وعرف احكيها لانه في الاخر احنا بنقول حكاية وعمل علي مسئولية تانية ان انا مقدرش اقول كلام مضروب او اقول معلومة وبعاكاتي تقول لي انت قلت كلام غلط لانه في الاخر انا عندي مزاقية انت عارفني انا بقولك ان انا صحفي وصحفي فين فانت عارفني فمش شخص مجهول طالع قاعد فممكن تقول او والله ده بيقول اي كلام او يعني ملوش مزاقية فهو اداني مزاقية عند الناس وعشان كده سميت الصفحة بتاعتي الصحفي وقناة بتاعتي الصحفي والداني مسئولية قدامه طب شريفة انا اسألك على حاجة عايز اعرف فيها رأيك فيه ناس كتير بتطلع على السوشال ميديا او بتطلع على التلفزيون وبيقولوا فكرهم في حاجة معينة سياسيا او تاريخيا او اجتماعيا وبعدين بعد كده بتعدي سنين وبتلاقيهم ان هم غيروا كلامه هل انت بتشوف ان هو ممكن يكون انفتح على حاجات معينة خليته ان هو يغير رأيه وان ده مقبول ولا هو مش مقبول والصحفي او المزيع او الانسان اللي بينقل اي معلومة للمشاهد المفروض يفضل على كلامه طول الوقت ويبقى متأكد من المعلومة اللي هو هيتطلع بيها من اول مرة فما تتغيرش بعدين المعلومة مفعش يعني مفعش انت بلازم تأكد معلومة رأيك ممكن تغيره لان احنا بشر وطبيعتنا ان احنا ممكن بنفهم اكتر ونقابل ناس ونغير عراءنا ولازم نكون كده واعتقد الناس لان السوشال ميديا كل حاجة بتحفظها دلوقتي فالناس بدأوا يفرقوا ما بين اللي بيغير رأيه لان هو غيره ما بين صاحب المصلح لان احنا شوفنا ناس غيروا رأيهم كل كم خطوة يعني كان راجل مؤيد للحزب الوطني وبعد كده رح قال انا من المشروع الاسلامي وبعد كده قال انا مش عارف ايه فالناس بتعرف تفرز وتعرف تشوف اللي غير رأيه حاجة واللي غير معلومة حاجة تانية يعني من حق الصحفي او اللي بيقدم المعلومة ايا كان هو ايه مهنته انه يغير رأيه لانه ممكن تفكيره يتغير لكن المعلومة ما ينفعش انها تتغير ولانه ممكن زي ايه انسان يتعرض للخداع يتخدع يفكر حد كويس ويطلع يفكر فكرة ديات هي اللي فيها الحل وبعد كده يكتشف مع الوقت انه كان غلطان ومش عيب انه يطلع يقول انا غلطان هو العيب انه يطلع يقول انا عمري ما كنت كده لا ده يبقى يا راجل بيخدعنا اصلا لان احنا بنشوف كتير جدا على السوشال ميديا الناس مثلا حاطين فيديو لفنان معين بيقول رأيه في موضوعه معين وبعدين قطعين مثلا فيديو الوراء او مركبينه جنب بعض يعني انه بيغير رأيه ومغير كلامه وبيبقى فيه كم نقد على الموضوع ده مش طبيعي تحت طبعا الفيديو ككامنس وكده يعني برضو من خلال برنامجنا عايزين نقول ان اي انسان على وجه الارض على فكرة هو ممكن يغير رأيه اه بس هنا بس عايز اقولك حاجة هو مشكلة الناس دي ان هما بيقول رأيهم بيقولوه بخمة التطرف يعني مثلا اطلع انا اقول ان انا انت افضل مزيعة في الكون وانا ما شفتش مزيعة زيك في حياتي وهي واي 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 الاخر اختلف او يحصل حاجة فتاني يوم كانت هي اسوأ واحدة بس عمر رضا يا شريف برضو ما دخلين داخلين جوه قلوب البني قدمين معارفين نيتهم ايه التطرف في الرأي هو اللي بيخلي الناس تقول انت ليه بتعمل كده تاني حاجة طيب انت تتطرفت في رأيك اطلع اقول انا كنت غلطه انما هو بيقولش هو قال ايه قبل كده هو بيطلع يكلم كانوا ده رأيه من ساعة ما تولد يعني هو تولد الرأي ده عنده فده بيبقى مشكلة مع ان انت تعترف بغلطك ومن اعترف بغلطك طيب تفتكر دلوقتي الناس بقت مهتمة بالمحتوى السياسي والتاريخي اكتر من الاول بصي الناس بتحب الحكاية بتحب الحكاية المسلية اي ان كان الحكاية المسلية دي بتحكي في ايه طالما هي مسلية بيسمعوها بس الناس تسمعوها وهي في العربية بتسمعها وهي بتنام سمعها وهي بتجري كده يعني لكن المهم يكون في حكاية والحكاية دي مسلية سياسة تاريخ انت طالما قادر توصل لهم اللي انت عايز تقوله في شكل حكاية يسمعون طيب بالنسبة للناس صنع المحتوى تفتكر ان هما بقوا ياخدوا قشور الموضوع من بره ويعملوا منها قصة وحكاية زي ما انت بتقول دي مشكلة دي مشكلة كبيرة المشاهد مشكلة اكبر ازاي يعرف يفرق ويميز يعني انا حصل لي حاجة برسنال من كام يوم لقيت واحدة صاحبتي بعتلي فيديو لمنصة من المنصات صفحة من الصفحات فيديو معمول عن ناس مشاهير جدا فبتقول لي شفتي اللي حصل ده حصل كذا وكذا وكذا فانا يعني بحكم شغلي عارفة ان فيه مسلا حاجات معينة دي ما تصدقهاش فمن غير ما افتح الفيديو قلت لها اي حاجة موجودة جوه ده انسيها مش ما حصلتش طيب في غير ومليون الف وواحد تاني انا معرفوش وكمان بشتغل في المهنة زي طب البني ادم اللي هو ما بيشتغلش الشغلانات بتاعتنا وقعب بيتفرج وبيتلق يميز ازاي ده رقم واحد اتنين البني ادم بقى اللي خد كشور الموضوع وعمل منه موضوع ونص المعلومات ده لو مش تلات ربعها وكلها غلط ده نقول له ايه طيب الرقم واحد في قاعدة كده بحبها جدا لبنى خلدون بيقول علينا اعمال العقل في الخبر فلما حد ييجي يقول له الخبر قبل لما تعمل سيرش عليه فكر فيه وشوف عقلك بيقول الكلام ده صح ولا علط وبعد كده اكمل بعدها نخش على طالما الخبر ده انا احسس انه هو في حاجة قلقاني بتأكد بانه اشوف انه هو اتنشر زي ما تعلمنا عني في كلية في ثلاث اماكن موصوق فيها فلو هو في ثلاث اماكن انا واثق فيهم يبقى الخبر ده صح بس هو المشكلة ايه الناس بتستسهل الناس يشوفوا صفحة اسمها تحت بيري السلم عاملة فيديو ويفضل يتخاني معاك يقول لك دي صفحة تحت بيري السلم قالت كذا يا عم ده انت بتقول ان اسمها تحت بيري السلم يعني هي اكيد كلامها غلط فدي مشكلة في الناس مش هتعرفي تعملي فيها حاجة هو محتاجين الناس يشوفوا اكتر طب المشكلة التانية في الناس اللي بيقولوا لهم اللي انت قتلين رقم اتنين احنا عندنا مشكلة انه هفترض كمان حص النية يعني شوفي انتي بكنت بتكلمي عن ناس سيئة النية لانه فيه على السوشيال ميديا ناس سيئة النية بيقولوا كلام سيئة النية بيقولوا كلام اه هقولك انا لسه شايف واحدك هتعاملة بوست وعندها جمهور كبير يعني فهو البوست تمانين في المية من الكلام اللي فيه صح كان نازل في محطة اجنبية اخدته كوبي وغيرت فخرة في النص فاللي هيخش هيعمل ايه هيشوف اول فخرة ويبص عليها هناك صح تاني فخرة صح يبقى بقيت تقرير صح مظبوط انا بس هي مغيرة في النص فخرة واحدة بس الفخرة دي فيها الرسالة اللي هي عايزة توصلها اللي هي تقلب بها دماغي الناس طب ده شخص سيئ النية بقى خلاص هتكلم عن حسن النية احنا عندها مشكلة في صوتنا عن المحتوى لانه الشهرة والفلوس حاجة لطيفة طبعا وده دي مش شغلتك فبيعتمد على اول صفحة في جوجل اول صفحة في جوجل مش شرط يكون الحقيق مش شرط يكون فيها قص لازم تدور على مصادر كتير ولازم تتعب ولازم يكون دي شغلتك لانه انا بشوف ناس مثلا شفت واحد كان عامل حلقة عن حرب الخليج حرب الخليج التانية اللي مصر شاركت فيها احنا كان عندناها دور عظيم جدا طبعا والجيش المصري هو اللي كان على الارض وهو اللي دخل مدينة الكويتة على الارض ولما تقري مذاكرات قائد الامريكي شورتسكوف اللي هو كان قائد قائد الجيوش المشتركة شوف هو كان بيقول ايه على حركة بتاعت الجيش المصري فهو عمل ايه هو ما رصش المذاكرات هو بيعمل حالة عن حاجة هو اعتمد فيه على جوجل ففي جوجل ده في ناس كبين كلام مغرد هو حطه فوسك وليل اسف مصر مش انت عبيت يا بنو وبعد كده تلاقي ناس كتير مفرجين عليه وبعد كده تلاقي المصيبة انه الناس بيتكلموا على انه كلامه ده مرجع هو نفسه بقى مرجع انت مين عشان تبقى مرجع فانت لازم تشوف انت مين اللي تسمعه عشان تعرف تصدقه أو ما تصدقوش مش مجرد انه هو اطلع لك فهو بقى صح لا عادي هو ممكن يكون طالع قدامك بس هو بيقول ايه كلام وده غالبا بيحصل صح اغلب على السوشيال الميديا بيقوله كلام فعلا انا شفت واحد شفت واحد كان بيكلم على حاجة حصلت في حرب اكتوبر فبيتكلم حوالين انه رئيس السادات اتصل بمشير احمد اسماعيل وقال له كان بيكلم على بطل كان جاسوس عند جيش العدو وكان السوشيال يوميا فعمالي ويقول رئيس السادات يقوله لازم ومشير احمد اسماعيل يقوله ليه يا فندم هو مشوخب بقاله ان مشير احمد اسماعيل كان رئيس المخابرات اصلا قبلها يعني اكيد المعلومة عنده ده هو اللي جند الولد فانت جاي منين فدي مشكلة كبيرة بس مش حلها عند الناس ان هما يفرطروا هما بيفراجوا ازاي ويعقلوا شريف انا انبسط جدا ان انت كنت معي النهاردة ودايما انت بتتكلم بحيث ان انت بتحكي حكاية لذيذة مش عايزها تخلص فبشكرك جدا ونورتنا النهاردة في الترانس انا سعيد ان كنت معك جدا واحنا كمان وكده تكون خلصة حلقة النهاردة نشوفكم ان شاء الله الاسبوع جاي في نفس المعين باي باي